أراد شاب طبيب تشطيب شقته فاحتاج إلى عمال لنقل سيارة رمل إلى شقته في الطابق الأول فاتصل بأحد أصدقائه وكان ذا صلة مع العمال أصحاب المهن المعمارية فأسعفه واستجاب لطلبه وأرسل له عاملين لينقل الرمل إلى شقته كان الرجلان قد تجاوز الخمسين من العمر الأول رجل طويل ضخم مفتول العضلات قوي البنية والثاني الرجل قصير نحيل ضعيف البنية فسأل صديقه متعجبا هل بمقدور هادان إنجاز هذا العمل الشاق؟ قال له صاحبه نعم وبسرعة تفوق تصوراتك فلا تقلق جهز الشاب صاحب الشقة لهم متطلباتهم وتركهم وهو غير مقتنع أو مطمئن للأمر وبعد ساعات قليلة والقلق يزيد داخل الشاب ذهب إلى الشقة مرة ثانية وكم تفاجأ عند وصوله إليهما فقد أنجز أكثر من نصف المهمة فوقف الشاب ينظر إلى طريقتهما في إنجاز عملهما فالعامل الضعيف يفتح أكياس الرمل ويجهزها فقط ولا عمل آخر له سوى ذلك والرجل القوي يملأ الأكياس ويحملها على كتفه ويصعد بها إلى الشقة قسمة غير عادلة من حيث توزيع المهام والجهد في هذا العمل وبعد لحظات أخبرهما الشاب بأنه سيذهب ليحضر لهما مثلجات وطلب من العامل القوي أن يذهب معه وفي الطريق سأله هل هذا العامل يعمل أجيرا لديك بأجر يومي؟ فقال له لا إنه شريكي مناصفة تعجب الشاب من ذلك وقال له ولكن هذا ليس عدلا فأنت من تقوم بكامل العمل وليس فتح الأكياس وتجهيزها بعمل يشق عليك فلماذا ذلك؟ قال العامل القوي أعلم ذلك جيدا ولكن رزقي متعلق بعد الله بهذا العامل الضعيف وسأخبرك السر في مشاركتي له لقد كنت يوما بحاجة لعامل صغير السن ولم أجد وحين جاء إلي هذا العامل يطلب أن يعمل مساعدا لي فوافقت واستحييت أن أعطيه أجر والد صغير خصوصا أن لديه أسرة يرعاها فأعطيته الثلثة من كامل أجرة الحمولة وبقيت على هذه الحال بضع سنين إلى أن عرفت زوجتي بقصتنا فعارضت الأمر بشدة وطلبت أن أستغني عنه تماما ولا أقبله حتى بأجر عامل فامتثلت لرأيها وأخبرته بأن يبحث عن عمل مع غيري حتى أقضي إجازتي وفي اليوم الثاني ذهبت كالعادة إلى مركز تجمع العمال الحمالين لأجد عملا أقوم به ولكن لم يطلبني أحد ورجعت إلى بيتي ولم أعمل في ذلك اليوم وعودت الكرة في اليوم الذي يليه ولكن دون جدوى وتوقف عملي قرابة ثلاثة أشهر ونصف جلست خلالها أفكر لماذا لم يطلبني أحد للعمل وأنا الرجل القوي الشديد الذي ينجز وحده ما يقوم به بضعة رجال فذهبت للمسجد وصليت الفرد ثم استخرت ربي بصلاة ركعتين وأحسست بعد الاستخارة أن السبب كان لطرد هذا العامل الضعيف الذي قطعت رزقه بسبب صياعي لرغبات زوجتي التي قرأت مفهوم الرزق بقراءة الحسابات الدنيوية واحد زائد واحد يساوي اثنين وسرعان ما ذهبت إلى بيت العامل ثانية وأخبرته أن يجهز نفسه للعمل في اليوم التالي وأقسم لك يا أستاذ أننا عندما ذهبنا إلى مركز تجمع العمال كنا أول من طلب للعمل ولم ينقطع عملي يوما واحدا بعد ذلك فشاركته مناصفة فزادت أجوري وزادت البركة في جميع شؤون حياتي يا أستاذ ليست العبرة في فقير وغني ولا في ضعيف وقوي العبرة أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله تعالى وأن نتق الله في ضعافنا وتملأ الرحمة قلوبنا كما قال رسولنا الكريم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال أيضا إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع عباده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ترجمة نانسي قنقر